نتحدث عن إسماعيل هنية عن الرد العسكري نتحدث عن قضية نعم نتحدث عن قضية مفاوضات من شأنها أن تسهم بتحقيق أهداف استراتيجية لصالح الفلسطينيين ولصالح قطاع غزة وهذا هو المهم ما حدث اليوم المهم أنه إيران تستثمر كل حدث سواء على أراضيه أو خارج أراضيه خص المحور أو ما يخصه تستثمر كل هدف لمصلحتها هذا المهم لا شوفوا ما هو أنت مرة من تقول إيران تستثمر بشنو إيران لو أرادت أن تستثمر خوش عن تركة القضية الفلسطينية من 45 سنة وعلى شنو متعب روحها وراح باتجاه المزيد من العقوبات والحصار والظروف لا لو كانت هي إيران بهذه لا لا العقوبة شنو علاقتها بالقضية الفلسطينية أكو برنامج نووي صار عليها بس اسمح لي بس اسمح لي لا لا مل برنامج نووي هي لو كانت تريد تتنازل لا لا هو المسألة الأساسية منذ البداية شعار الثورة الإسلامية من 1979 من مجيء السيد الخميني إلى إدارة الحكوم هو كان شعاره بالضد من أمريكا وإسرائيل ونصرة القضية الفلسطينية وتعتبر هذه الأدف شعارات فقط هذا ما أريد أن أروح لها المساحة أدنا موضوع كل شيء موضوع حايدا بس اسمح لي لا لا لن أخذ لكم سؤال فهلية لأنه عملية أرجوك محتم الأكتعد لأنه أدنا ملف كل شيء مهم أسألك هنا هسألوا فجارات التي صارت فيما يخص هذا الجهاز في لبنان وبسوريا بالعراق موجود الفصائل العراقية تستخدم هذه الأجهزة؟ شوف ممكن موها الأجهزة ممكن الأجهزة القديمة مثل ما تحدث الأستاذ عياد طوفان يعني والأستاذ أحمد وضحوا فكرة أن الكثير من الفصائل والمحور المقاومة وعدد من القيادات حقيقة هي لا تستخدم يعني قضية الأجهزة الذكية الحديثة باعتبار أن فيها يعني أنظمة تتبع وجي بي أس وبالتالي تخشى من عملية اختيالها لذلك هي تركت هذه الأجهزة الحديثة المتطورة وذات التقنيات المتقدمة وبالتالي ذهبت باتجاه العودة إلى استخدام على الأقل حتى أجهزة قديمة مثل جهاز نوكيا ذات الذكرة اللي ما بي يعني كل شيء يعني أنا أشوف عدد من هذه الشخصيات خشية من عملية التعرض للمحاولة اختيالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر